بينما تتدفق موجات المهاجرين العراقيين بطرق قانونية وغير قانونية نحو دول العالم المستقرة اقتصادياً وسياسياً وأمنياً يضح العراق دون سابق إنذار موطناً لأكثر من ثلث مليون مهاجر غالبيتهم من الإيرانيين والأفغان خلال أشهر قليلة دراسة استقصائية لمجلة CEO World الأمريكية كشفت عن استقبال العراق أكثر من 365 ألف مهاجر منذ مطلع العام الحالي على الرغم من الأزمات التي تطوق البلاد وانهيار قطاعاته الحيوية وتجاوز نسب البطالة والفقر بين سكانه حاجز الثلاثين بالمئة ويعزو خبراء السياسيون واقتصاديون سبب تحول العراق إلى وجهة مثالية لبعض المهاجرين إلى استراتيجية تقودها الأحزاب المتنفذة تحث على استقبال فئات من دول بعينها عبر استغلال الزيارات الدينية بغية تغيير التركيبة السكانية ويتطابق ذلك مع تقارير سابقة كشفت عن تدفق أعداد هائلة من اللبنانيين إلى العراق تحت وطأة الحاجة الاقتصادية والبحث عن فرصة عمل وهو مشروع سياسي تقف خلفه ميليشيا حزب الله اللبناني على الجانب الموازه لا يزال العمال الوافدون الذين لا يتم احتسابهم ضمن فئة المهاجرين يشكلون عبءاً كبيراً بعد وصول أعدادهم إلى أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون بشكل غير رسمي وفقاً لنقابة العمال في العراق وأمام هذه المفارقة يبقى السؤال إذا كان الاقتصاد العراقي قادراً على استيعاب مئات الآلاف من الوافدين والمهاجرين لماذا تواصل السلطات تهميش الكفاءات العراقية وحرمانها من حق التوظيف والمزايا الاجتماعية المتعددة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر